نقلب معكم في الحرة الليلة عددا من الملفات ونبدأ بالتظاهرات الشعبية الرافضة لخطة السلام في الشرق الأوسط والتي شهدتها بعض الدول العربية ما إن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة إدارته لتحقيق السلام في الشرق الأوسط حتى تطايرت المواقف شرقا وغربا بين مؤيد ورافض في الشرق الأوسط حيث بدأ الصراع منذ أكثر من ستين عاما وتغيرت شخصياته ومسمياته عادت ازدواجية المواقف إلى الواجهة فأحدث فصل في الصراع ومحاولات الحل أظهر تباينا معهودا في مواقف دول المنطقة فالمعارضون التقليديون انتقدوا الطرحة الأمريكية حد الرفض بينما رحبت البقية ببعض بنود الخطة أو تركت لواشنطن مهمة إعلان موقفها وبينما توافق رفض الفلسطينيين للخطة عبر تهديدهم بإنهاء العمل باتفاقية أوسلو مع موقف شعبي عربي بدأ محتجة تناقض ذلك مع مواقف الأنظمة العربية المرحبة أمر ليس بجديد يجسد سياسة دول عربية إزاء الصراع تتباين فيها مواقف السر والعلن وإن تغير النهج هذه المرة بعد أن أفصحت إدارة ترامب عن بعض ما دار خلف الستار بين ممثليها والحكومات العربية في الشرق الأوسط أيضا موقف آخر يظهر ما لا يبطن تتخذه تركيا بإدانة وانتقاد إسرائيل وحلفائها فرئيسها لا ينفك عن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين قولا وبلاده تنسج علاقات مع إسرائيل منذ زمن حالة الفصام في الشرق الأوسط بين أنظمة مؤيدة وشعوب معارضة قد تعكس الزواجية مواقف تلك الأنظمة في خطابيها للداخل والخارج سواء كان الحديث عن حقوق الفلسطينيين أو عن حقوق شعوبها تلك الشعوب التي ما زالت تنشد من يمثلها على رأس الهرم فيتنفس همومها ويتحدث بلسانها لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو السيد برادلي بليكمان نائب مساعد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش وأيضا ينضم إلينا من نيويورك نصير العمري الأستاذ بجامعة مدينة نيويورك الأمريكية أهلا بكم مع ضيفي الكريمان أبدأ معك بداية ضيفي في الاستوديو السيد برادلي يعني حتى الآن الأكيد بأن الموقف الفلسطيني هو رافض تماما لخطة السلام الأمريكية بالنسبة للمواقف العربية تباينت ردود الفعل العربية هناك من رحب هناك من رفض وهناك أيضا بعض المواقف الخجولة الآن كيف ستتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع هذه المواقف المتضاربة نحن نرحب بإمكانية التفاوض ولكن التفاوض يتطلب فريقين حتى الآن الفلسطينيون رفضوا الاتفاق حتى قبل الإعلان عنه وأعتقد أنها فرصة يفوتها الفلسطينيون لو لم يستمعوا إلى اقتراح التفاوض من قبل إسرائيل هذه الخطة ليست خطة يجدر القبول بها أو رفضها بل هو مشروع خطة ربما مع ضغط من قبل حلفائهم الفلسطينيون سيفهمون أنه الأبد من أن تكون هناك مفاوضات بنية سليمة نعم سيد نصير إذا كنا نتحدث الآن عن وجود تباينات واختلافات في المواقف العربية وبالتالي إلى أين ستؤدي عدم وحدة وجود صف واحد عربي فيما يخص خطة السلام الأمريكية في نهاية المطاف في نهاية المطاف سيدفع الشعب الفلسطيني ثمن هذه التناقضات وثمن هذه المواقف من قبل الأنظمة العربية التي عرض عليها خطة سلام وحادية الجانب برؤية إسرائيلية وهي استهزاء بالشعب الفلسطيني ويعني الضيف في الأستوديو يقول بأنها قابلة للتفاوض ولكن من الواضح أن هذا استهزاء بعملية السلام لأنك لا تبدأ بأخذ كل نقاط للتفاوض ثم تقول سأعطيكم بعض الميزات فهذا في الحقيقة غير معقول يعرض على الفلسطينيين اليوم ما لا يمكن قبوله وهذا يثير السؤال لماذا يعرض على الفلسطينيين مثل هذه الخطة بمثل هذا التحيز وكيف هذا سيقود للسلام فأظن بأن كل ما يحصل في الحقيقة هو استهزاء استهزاء بالحلول الجنبية في ضوء كل المعطيات الحالية هناك من يرى بأن رفض الجانب الفلسطيني لهذه الخطة بالكامل ربما ليس الخيار الأمثل يعني من حق بالتأكيد أجانب الفلسطيني الرفض ولكن بالمقابل لماذا لا تتوجه إلى التفاوض إلى الحوار وهي تعرب من البداية عن رفضها يعني أنا مع رد فلسطيني يعني غير متطرف أظن بأنه يجب على الفلسطينيين أن يبقوا في معاهدة السلام الحالية وانتظار تغير الوضع لأن هذا في الحقيقة ما يعرض عليهم هو يعني يستهدف أن يرفضوه لكي يتم تغيير أشياء أخرى على الأرض طيب وأنا مع أن يبقوا يعني الحوار مفتوحا ولكن في الحقيقة يوضع الفلسطينيون اليوم في زاوية حرجة ولا يمكن لأي قائد فلسطيني أن يقبل بمثل هذا والغريب أن حكام العرب عرضت عليهم ولم يقولوا بأن هذا يعني مهزل ولن يقبلها الشعب الفلسطيني وربما يعني هذا هو جوهر الحديث اليوم سيد برادلي يعني لطالما كانت الولايات المتحدة تقف مع الشعوب العربية السائرة المطالبة ولكن بالنسبة للشعب الفلسطيني ألا ترى بأن الولايات المتحدة بعيدة تماما عن مطالب المتظاهرين هناك تظاهرات في غزة رامالله والعديد من المدن الفلسطينية لا الجواب لا أعتقد أن الخطة تعطي أملا وتسمح للدولة الفلسطينية أن ترى النظر إسرائيل توافق على وجود دولة فلسطينية مع حدود واضحة مع أمن محلي مع تطور اقتصادي في هذه الخطة يقدمون 50 مليار دولار للتطور والتنمية الاقتصادية تذكري أن الدولة الفلسطينية ستكون ربما مدينة دولة بمعنى أنها ليست دولة كبيرة جدا وكل شبر أرض يعتبر مهما أما الخطة فتعطيهم أرضا وتعطيهم نفازا من غزة إلى الضفة الغربية التنازلات لم تكن موجودة في الماضي ولم كانت طرد إسرائيل أن تقدمها وهذا يعني أن التفاوض ممكن ولكن أن نقول أن الخطة وليدت ميتا يعني مطالب الشارع الفلسطيني هو رفض تام لهذه الخطة وبالتالي خطة السلام الأمريكية على ما يبدو بأنها لا تأتي متماشية مع هذه المطالب الأمر لا يتعلق بالشعب الآن من يرفض الخطة هم القادة الفلسطينيون الشعب الفلسطيني لديه قادة فاسدين وعليهم أن يغيروا من موقفهم ومن توجههم ومن قياداتهم بصراحة مع القيادة الفلسطينية الحالية ورغم القيادة الحالية الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي مستعدان للتفاوض أمريكا لم تساعد عمليات السلام عبر الضغط على الفريقين الآن الرئيس ترامب يرى العالم كما هو الوقاع كما هي وقال الرئيس رامب نحن ندعم إسرائيل ولا يمكن أن نكون شريكا حقيقيا عبر دعم الفريقين وبتالي للمرة الأولى أمريكا قررت من هو حليفها حليفها هو إسرائيل ولكن أمريكا على استعداد للمساعدة في عملية سلام متفاوضة نعم سيد نصير بالحديث عن تضارب المواقف العربية نتوقف عند الموقف التركي الذي كان لديه رفض طام لهذه الخطة ولكن بالمقابل نحن نعلم وندرك بأن تركيا لديها علاقات مستمرة متواصلة ووثيقة مع إسرائيل كيف يمكن أن نفهم هذه الإزدواجية والله هي الإزدواجية نفاق عجيب ومرة أخرى يدفع ثمن والشارع العربي لأن السيد أردغان لديه علاقات بعشرات المليارات مع دولة إسرائيل وهو يقيم مناورات عسكرية مع الجيش الإسرائيلي ولكن هذه الخطابة الرخيصة في الحقيقة وهي مؤدلجة والهدف منها أن هناك حلف تركي مع الإخوان المسلمين وهؤلاء يريدون سماع مثل هذه الخطابات ولكن بالمقابل الموقف العربي موقف مخزي في الحقيقة أنا أستغرب بأن مثل هذه الخطط عرضت على حكام السعودية وحكام الخليج ولم يقولوا بأن هذه ليست حلول لا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل بها واليوم الأخ في الستوديو سيد نصير ألا تدرك السلطة الفلسطينية هذه الازدواجية الموجودة في الموقف العربي؟ والله الازدواجية موجودة ولكن ننظر إلى البيت الأبيض على أن يتسامى فوق المصالح وفوق تحقيق أهداف انتخابية وينظر إلى هذا الجزء من العالم بمسؤولية نعم أنت تقول بأننا مع إسرائيل ولكن بنفس الوقت أنت تقدم للفلسطينيين ربما نريد أن نوضح الصورة حتى الآن كان هناك ترحيب عربي أكثر من أن يكون قبول واضح ولكن بنفس الوقت كل دولة تبحث عن مصالحها سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية وبالتالي هي عندما ترحب تدعو فقط إلى العودة إلى التفاوض أو البدأ بالتفاوض والحوار من جديد ما المشكلة في ذلك؟ أظن بأن الشعب الفلسطيني يجب أن يستمر بالتفاوض ولا أظن بأن خطوات تصعيدية تنفع الفلسطينيين أظن بأنهم يجب أن يتجهوا إلى الأمم المتحدة وإلى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ولكن لا يجب قبول ما يُعرض على الطاولة لأن هذا في الحقيقة إنهاء للقضية الفلسطينية وله ما بعده وأظن بأن الهدف منه هو ما بعده وهو أخطر وهو الوطن البديل في الأردن لذلك يمكن أن نقول بأن كل هذا عبارة عن نظرية أو عبارة عن عرض ولكن على الأرض يتم تغيير فلسطين من الداخل لا يوجد دولة فلسطينية عندما يكون هناك 600 ألف مستوطن وعندما تستولي على الحدود وعندما تلغي السيادة عن القدس يعني ما الذي تعطيه أنت للفلسطيني وهذه المليارات الشعب الفلسطيني له هوية ثقافية ويحتاج أن يقيم مدارس وتعليم أين يقيم مؤسساته الثقافية والحضارية يعني القضية هي ليست فقط جسور وشوارع هذا مجتمع يبحث عن هويته كيف نساعد الفلسطينيين على الإبقاء على هوية هذا الشعب لا يوجد إجابة في الحقيقة على هذا السؤال في هذا العرض يعني ضيفي في الستوديو فعلا هل ترى بأن هذه الازدواجية وهذا التضارف في الموقف العربي أدى إلى ضعف داخل فلسطين وضعف السلطة الفلسطينية وحتى الانقسامات الحاصلة داخل الحكومة والسلطة الفلسطينية ربما يعني أضعفت الموقف ككل من دون شك لأن الدول العربية التي تقف الآن إلى جانب إسرائيل تفهم أن إسرائيل تقدم اقتراحا إيجابيا عرض إيجابي وتقترح أيضا المفاوضات في حين أن الفلسطينيين يرفضون أي اتفاق لا يغاولون لنتفاوض فقط يرفضون وضيفك يتكلم عن البنى التحتية التي المتحدة الأمريكية ودول أخرى قدمت مليارات الدولارات إلى الفلسطينيين أين هي البنى التحتية وأين هي المدارس كل شيء اختفى في الفساد مع الأموال التي دفعت يجدر أن تكون الطرقات معبدة بالذهب ولكنهم لم يحسنوا من مستوى أراضيهم العالم سئمة من الفلسطينيين لأنهم دائما يريدون أكثر مما يقدم أين هي خطتكم أطرحوا السؤال إلى دايس من نيويورج إسرائيل لديها خطة أمريكا لديها خطة أين هي خطة فلسطينيين ولكن هي ربما من أقوى الخطة التي تم عرضها بناء على المعطيات الموجودة إلى أي مدى من الممكن أن يكون هناك نوع من المرونة بحيث قد يكون هناك نوع من التغيير أو التعديل على البنود الواردة فيها أعتقد أن هناك إمكانيات كبيرة إسرائيل وأمريكا تكلمت عن مشروع خطة خطة للوصول إلى أمر ما هذا لا يعني أنه يشدر قبول الخطة بكاملها بل هي دعوة إلى التفاوض ولكن عندما نرفض الدعوة إلى التفاوض كيف يمكن أن نتقدم؟ والواقع هو أن إسرائيل الآن لديها خلفاء عرب إلى جانبها لتفاوض والتوصل إلى حل سلمي أنا أنصح الفلسطينيين بأن يوافقوا على هذا الاقتراح ويتفاوضوا سأتوجه بذات السؤال إلى ضيف ناصير فعلا لماذا لا يتوجه الفلسطينيون إلى التفاوض إن كان هناك بالإمكان نوع من التعديل الأخذ والعطى والحوار وبالتأكيد ستكون هناك وسطات الوصول ربما إلى صيغة قد تكون توافقية بالنسبة للطرفين يعني أنا أتفق بأن يجب على الفلسطينيين أن لا يهجروا هذه العملية وأن يضغطوا على الرياض المتحدة وعلى السيد ترامب لتغيير هذا الموقف لأن طريقة عرض أصلا يعني طريقة عرض هذه الخطة فيها الكثير من الاستفزاز يعني عرضوا هذه الخطة في البيت الأبيض أين الفلسطينيين وكانت شبه احتفال يعني بإنهاء القضية الفلسطينية سيد نصير يعني بالنسبة للعلاقات الفلسطينية الأمريكية عموما يعني كانت هناك بعض المحاولات الأمريكية للحوار مع الجانب الفلسطيني ولكن هناك رفض من قبل الجانب الفلسطيني بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل وبالتالي يعني ربما لا يوجد هناك أي تواصل بين الطرفين لا ولا يوجد أي تواصل والسبب بأن السيد ترامب يعني من يومه الأول في البيت الأبيض أعلن عن مقاطعة أغلق مكاتب المنظمة وأغلق الأنروا ويعني كان هناك شن حرب على الفلسطينيين فكان من الواضح بأن هذا الرئيس لا يريد لعملية سلام جدية أن تبدأ وهذا يثير السؤال وهو الفلسطينيون يعلمون بأن الهدف من هذه الخطة ليس السلام بل أن يرفضها الفلسطينيين لكي تنفيذ خطة أخرى بديلة وأظن بأن الهدف هو الوطن البديل والتهجير وما هو أسوأ طب ما هو الرد الفلسطيني الآن بالنسبة للمواجهة الفلسطينية إن كان هناك ما هو واضح المعالم أظن بأن الشعب الفلسطيني يترك اليوم مرة أخرى أظن بأن الشعب الفلسطيني على المستوى الشعبي سيكون رده قوي وشديد وأظن بأن السلطة الفلسطينية يجب أن لا تستعجل بالإعلان التخلي عن أوسلو لا أظن بأن هذا يخدم مصالح الفلسطينيين يجب التوجه إلى الأمم المتحدة والجمعية العامة والتوجه إلى الاتحاد الأوروبي والتوجه أيضا ووضع ضغط على الحكام العرب الذين تخلوا عن القضية الفلسطينية وعندما عرض عليهم مثل هذه القضية كان يجب أن يقولوا بأن هذا لا يكفي لآمال وطموحات الشعب الفلسطيني في أن يعيشوا على أرضهم حسب القرارات الدولية وحسب خطط السلام وحسب التصور الدولي لوجود دولة فلسطينية لا يعني كما يعرضون اليوم عليهم أرض يستولي عليها ويتحكم بها المستوطنون هذا غير معقول سيد برادلي في حال استمرار إصرار الجانب الفلسطيني على عدم الاتجاه إلى الحوار والتفاوض كيف ستتعامل ولايات المتعدة مع هذا الموقف؟ المحافظة على الوضع الحالي من دون عدائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وغيرهم إن كان الوضع الحالي مقبولا للفلسطينيين إن أرادوا ذلك فسيكون ذلك كما يريدون وإسرائيل لن تكون عدائية ولكن هذا يعني أيضا أن إسرائيل لن تحاول أن تستأنف بعملية سلام مرة أخرى نحاول مرة واثنين وثلاثة ثم كفى طالما أن العدع الحالي سيبقى سلميا أعتقد أن ذلك سيستمر ولن يكون لمصلحة الفلسطينيين إسرائيل دولة مزدهرة الفلسطينيون يمكنهم أن يحصلوا أيضا على دولة حرة مزدهرة ممتازة لهم ويعود الأمر إليهم شكرا جزيلا لكم ضيفا برادلي بليكمان نائب مساعد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش أهلا وسهلا بك وأيضا أشكر ضيف نصير العمر الأستاذ في جامعة مدينة نيويورك من نيويورك شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة